موسيقى موسيقى طيب أنا هبتدي من الآخر الأهلي قادر على فرقة متكاملة استفاد من المباراة اللي تعادل فيها وأخذ درسي كبير جدا والأهلي الحقيقة قررها كتير أنه هو يقدر يعمل الفارق في الخارج شايف أنه هي 50-50 النسب 50-50 لم تحصل شايف أنه الوداد بالطريقة اللي كان بيلعب بها في استاد برج العرب بعتقد أنه هو مجبر على أنه يلعب بطريقة هجومية عشان بريستيجه قدام الجماهير بتاعته هو لعب بخطة معينة في استاد برج العرب أنه يعلم قيمة الأهلي وقوته والحالة المعنوية والنفسية اللي كان عليها اللعيبة والجماهير والجهاز الفني بعد 6-2 أمام النجم الساحلي وبالتالي أنا شايف أنه الأهلي أمامه نفس السيناريو وقد يتكرر في المغرب الأهلي ممكن يلعب بتحفظ أو يلعب بنفس الهجوم ومعندوش حاجة يخاف عليها ويمكن يلعب بتحفظ ويبقى يعتمد على الهجابات المختدة زي الوداد بالضبط لكن أنا ما كنتش الحقيقة متخيل الوداد هيقفلها بالطريقة دي يعني أنا الحقيقة محمد أنا كنت دايم ببص على التليفزيون عامل كده يمت يميت المين يمت فري أمام الأهلي أنا مع النهاية ما جاتش كده ما جاتش عن الوداد دا يعني النكاية على أنه الأهلي كمسيطر طوال على الأقل في الشرط التاني على الأقل يعيسيني في الشرط الأول والشرط الأول الحية ان ما شاو الفرستين هاجمتين جاملهم جوت يعني الحياة الأهلي عمل كل حاجة في الكرة كان من وجه تنظر كưởng Drama أعتقد كده يعني اعمال disapp opportunity أيux يعمل الضغط الضغط ديih اللي على طول اللي هي يمين وشمال ومحتفظ بالكورة ويعمل ضغوطات كتيرة جدا من خلال الضغوطات دي بتحصل الأخطاء الدفاعية ممكن حد من مهاجم الأهلي يقدر أنه يجيب جول لكن لم يوفق فيه بشكل أنا مندهش جدا يعني أنت رفعت أكتر من 30-40 كورة عرضية الحقيقة يعني ولم يوفق الأهلي فيه أنه يحرز أهدف أنا ما عايز أقول أنه فكرة الستة اتنين دي أنا شخصيا أنا كنت سعيد طبعا الأهلي أحرز ستة اتنين لكن على قد ما بتفرح على قد ما بيحصل عملية عقلانية دايما أنت الحالة النفسية عند أي لعب يعني أنا عايز أقولك على حاجة احنا كلنا بنبقى محطوطين تحت ضغوطات معينة دي أعباء الحياة يقولك فيه دايما لحظة كشفة لكل إنسان أنك بتقول أنك أنت زاهد في حاجة معينة لكن لو الحاجة المعادي جات لك ممكن أنك أنت تكتشف في نفسك أشياء مختلفة فأنا شايف أنه ستة اتنين أثرت سلبي على اللعيبة على الحالة العامة لمشجع الأهلي ومحب النادي الأهلي على الحالة العامة لنا أحنا كألمين وبنحلل وبنشوف على الحالة العامة للجهاز الجهاز أصبح مجبر أنه لابد أن هو يتكلم ويقول ويشرح للناس إزاي الأهلي تفوق على النجم الساحلي بهذه الدعية وأنه وصل لسكور كبير جدا ستة اتنين يعني أنا بقول أنه حسام البدري ما كانش عايز يطلع لكن هو أجبر على أنه يطلع بدليل أنه قفل الباب على اللعيبة أنه ما فيش حد يتعاون أو أنه يتكلم للإعلام والصحافة ودي نوع من يعني اقفل على الدكانة زي ما بيقوله لأنه هو فاهم أنه العملية لو فتحت هتبقى فيها سين وجيم وتأثر نفسي فالحقيقة أنا شايف يعني برضو نفس السيناريو فكرة أنه الهدف الأول يجي في الدقائق الأولى من المباراة هي عملية سلاح سوحدين إما أنه بتدي قوة دفع كبيرة جدا وأنك تجاهيه بهدف وبالتالي تبقى موت المباراة أو أنه أزاره الإنفراد لم يكن موفق يعني كان بعدها بوقت قليل الإنفراد الأزار وأعتقد أنه كانت الأمور اختلف التمع هو إنفراد بس كان في البدايات برضو لأنه فيه لاعب يدخل موض المباراة من أول ثانية وفيه لاعب يحتاج إلى نص الشرط الأول أو عشر دقائق يعني هي سلاح زوحدين السلسة محمد الحكم هل كان قراراته مغيرة تماما لأحداث الرقاء؟ الحكم الحقيقة يعني عشان نبقى منصفين أنا شايف أنه ضربة جزاء صحيحة لنادي الأهلي شايف أنه هو كان فيه تحزيمة بس لا حدش يخد باله لأنه هو كان ذاكي قوي بيلعب بسرعة ويقع اللعب سريع وبالتالي ما كانش بيتوقف عشان أنت ما تعدش يتفكر كتير فيه مدى خطأ حصل والخطأ ده تكتيكي ممكن أن يؤثر على فرقة الأهلي يعني ما تيجي تقول لي فاول مثلا من 18 أو من نص الملعب فاول تكتيكي اللي هو بتاع أزاره وبالتالي أثر على النادي الأهلي فيه الرفعة اللي حصل عدم توفيق من دفاعات النادي الأهلي ما فيه اجتمركو الصحيح وبالتالي جاءت الهدف وده شيء طبيعي وبيحصل لكن أنا عايز أتخطى فكرة الحكم المباراة يعني الحقيقة أنا مش عايز نحبط بعضينا ونحبط الناس ونحبط الفرقة لا إحنا عندنا الأمل موجود ندي الأهلي عملها كتير جدا والكورة هي متعتق كده محمد إحنا ما كناش نتوقع أن الأهلي يوصل لسكور 6-2 وبالورقة والألم كان المفروض تبقى تسعة تسعة أهدف يعني لو حسبناها يعني أنا برد عليك على أن أزاره أضاع هدف وفي المباراة دي أكتر من اللاعب ومنهم أزاره وضاع أكتر من خمس أهدف محقق وبالتالي شيء طبيعي جدا أن اللاعب يضيع أو اللاعب يعني يبقى نسبة التسجيل بتاعته تتعدى الـ 60% وأنه ما يجيبهاش والعكس تماما صحيح أنه فيه نسبة كورة يعني لا تتعدى 20% وممكن اللاعب يجيبها يعني احنا شفنا كورة متعب عماد متعب مثلا لها التسديدة كان ممكن يجيبها طيما احنا دي ما سددهاش مثلا على يسار الحارس لو سدده على يسار الحارس طيما كان ممكن تيجي لكنها فكرة مش كده الحارس قري عماد عارف هو هيعمل أيه ما هو بيفكر الحارس الجيد بيشوف اللاعب اللي قدامه بيبص في عينه أو هو متابع طريقة شغله وطريقة لعبه عماد نفسه بيفكر عايز يخدها في أقل من السواني يعني لو قاعد يفكر أكتر شوية كممكن يجي واخد قراره واخد قراره وده بيجي علم التدريب يعني دايما انت بتتدرب كتير وانت كنت لعب مهم وتعرف ومدرب أهم كمان ومشروع مدرب مستقبلي في المنتخبات ان شاء الله ربنا وفاك يعني بجانب الإعلام انه اللاعب كل ما بيتدرب محمد كتير في التدريب على لعب معينة هو بيبقى حفظها في الملعب يعني ممكن ان هو يبقى مغمض وبيشوت يام الشمال او على يسار الحارس او على يمين الحارس من كتر التدريبات الكور اللي بتبقى في التدريبات هي اللي بتتنفس في الملعب يعني وانتو كمدربين أقدر مني في الحكاية دي تعلموها لكن انا مش عايز اتوقف بقى احنا عايزين فترة الجاية في شحنة معنوية وفي حالة معنوية للعيبة لانه هنا بقى سيد محمد توقف معك في أمر مهم ما شاهدته من تناول بعض من وسائل اعلام لان فيه وسائل اعلام كانت على اقصى مستوى المهنية والاحتراف في تخطيط ذهاب نهي دورة الافريق ولكن فيه البعض سواء قنوات او كجرائد بعض الصحف كانت تصدر ازمات ما بين اللعيبة وما بين الجهاز الفني وابرزها متعب وكابتن حسان البدري وكابتن عماد متعب وبعض البرامج قبل المباراة كانت تعطي لما يحدث من استعدادات للانتخابات وكلام عن الانتخابات مثلا ساعة مصر ويتيجي على المصر تديله عشر دقائية هل هذا هو ما يحتاجه النادي الاهلي او ما كان يحتاجه النادي الاهلي في دعم خاصة انه هو النادي الاوحد اللي بيمثل مصر في دورة ابطال افريقيا النادي الاوحد اللي بيمثل مصر في اقوى بطولة على المستوى القاري من خلال الاندية بص يا كابتن محمد أنا عايزة أبقى معك صريح ده ما كانش بيحصل في السنوات الماضية وكان فيه مقابلات مهمة جدا للنادي الأهلي لفريق النادي الأهلي ومقابلات حاسمة جدا فيه تاريخه وفيه بطولات أفريقيا والدوري وكان الكل بيتكاتف حاول أنه بيتناقش أو بيحلل المباراة حتى لو فيه سلبيات في المباراة بيقولها إيجابيات بيقولها لكن إحنا النهاردة النادي الأهلي عليه أجواء انتخابية أنا عايز أقولك أنك عشان تقرأ المشهد بشكل صحيح لازم أنك تعرف مين مزيع مثلا من الزملاء الإعلاميين مين مزيع البرنامج وما تعرف مين مزيع البرنامج هتعرف المية بتاعته هو عايز إيه يعني أنا أضرب لك مثال هل هو عايز أنه منك تبهت صيغة الانتخابات على المرحلة الحالية أن بعض المزيعين كانوا عملين يتكلموا على أن الانتخابات وأنه فيه جبهات قبل الانتخابات قبل فتح الباب بحوالي عشرين يوم وتم تصدير بعض البيانات الغير موفقة وأنا بشوفها يعني حاجة موسيقى جدا للنادي الأهلي الفكرة أنك عايز تصدر وأنك المستعجل أنك عايز تعود على الكرسي فمستعجل فهي الفكرة مش فكرة مصلحة الأهلي ولا فكرة قيم الأهلي ولا فكرة مبادئ الأهلي لا هي فكرة تصرع على الكرسي زي ما بيحصل مثلا أسف لمقطع تهريتك نحن جايبين بنعرض النهايات التي النادي الأهلي استطاع فيها العودة فيها مرة أخرى ومن أبرزها طبعا لقاء الصفاقسي في 2006 وهذه لقاء جروة في الكاميرون وهذه أحمد حسن صقر وكابتن شادي محمد فيه وكابتن أحمد حسن صقر وكابتن شادي محمد فيه نهاية عادل نادي الأهلي 2-2 وحصد البطولة نهايات كتير جدا من نادي الأهلي فيه ماتشاط أو لقاءات الزهاب لم يكن يعني استطاع أن يحقق نتيجة إيجابية بالشكل المطلوب ولكن استطاع فيه لقاء العودة أنه حتى خارج الأرض أنه يحقق المعجزة أو مش هقول معجزة يحقق المعادلة وينجح فيه الإختبار هذه لقاء الأهلي والترجي تعادل الأهلي ده كان سيد حمدي فيه لقاء الزهاب واحد واحد ثم فيه تونس فيه رادس استطاع النادي الأهلي دون محمد أبو تريكا دون محمد براكات دون سيد معاوض دون نجوم كبار في القرى المصرية وليس في النادي الأهلي وهذا محمد نيجي جده هدف الأول ثم أخرج الهدف الثاني اللاعب وليد سليمان وحصد النادي الأهلي هذه البطولة ونحن نعرض لحضراتكم التاريخ والتاريخ دائما لا يعترف إلا بالإنجاز والإنجاز يحدث بالتخطيط الجيد بالإعداد الجيد بالمجهود والاستراتيجيات ودي معدت النجاح وكان على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي كابتن حسين البدري ومعاك كابتن أحمد أيوب كابتن سيد معاوض لسه بيلعب الآن موجود في القيادة الفنية ودي كابتن حسين البدري حتى كابتن محمد يوسف اللي دلوقتي مع بيتروجيت ووجود جهاز فني استطاع من قبل الحصول على دورة أبطال أفريقيا وقادر بإذن الله بدعوات الملايين من عشاق النادي الأهلي في كل مكان في العالم وبدعوات الملايين اللي موجودة في مصر وأيضا بمجهود وفكر كابتن حسين البدري ومجهود وقتال اللاعبين من أجل البطولة أنه يعودوا مرة تانية بالكأس التساع بإذن الله دي كانت الكأس رقم سبعة في 2013 في تونس واستطاع النادي الأهلي أن يحققها في العام 2013 مرة أخرى ودي حتى كابتن طارق سليمان من الوجوه اللي موجودة حتى الآن في الجهاز الفني يعني الجهاز الفني بصيغة وبلون التتويج في هذا الأشياء هنا بقى لقاء الأهلي واللوندو بايلتس الجنوب الأفريقي والماجيكو محمد أبو تريكا والهدف الأول في هذا اللقاء وأحمد عبد الزاهر والهدف الثاني بعدما كان النادي الأهلي متعادل في لقاء الزهاب ولكن فاز هنا في القاهرة وحقق الفوز ده كان ملعب المؤولين على ما أتذكر والنادي الأهلي واحتفاله بدوري أبطال أفريكا ودي كاتيكا سألة تاسعة ودي وجود المجلس السابق كابتن حسن حمدي موجود في التتويج ودي كل لعابة النادي الأهلي ده كان الكأس ألة تامنا إن شاء الله التاسعة تأتي ودي كابتن طهر بوزيد موجود وكانت صراحة بطولة عظيمة جدا كانت صادقها من بطولات وإنجازات النادي الأهلي أرجع إليك كابتن أو أستاذنا طبعا أستاذ محمد بالخير النقد الرياضي التفاف الإعلام حول النادي الأهلي في الأونة المقبلة النادي الأهلي يحتاج الدعم من الإعلام ولا هنفضل نتكلم على الخوارات لا هو الحقيقة الإعلام المصري ويمكن العربي كمان طول عمره داعم للنادي الأهلي خاصة في المراحل الفاصلة زي المباراة العودة المقبلة أمام الوداد كتير جدا لأنه الأهلي كان سبب رئيسي من أسباب الفرحة والبسمة اللي أدخلها على ملايين الشعب المصري على مدار سنوات طويلة وبالتالي الحقيقة كان كل الإعلاميين بلا استثناء وكل إذا كانت مطبوعات ورقية إذا كانت برامج كله الحقيقة كان المادة الأساسية دايما لأي برامج أو في مساحة الرياضة في الصحف وحتى في المواقع هي النادي الأهلي سواء إذا كان بيفوز إشادة ولقاءات مع اللعيبة والمدربين إذا كان بيستعد لمباراة مهمة جدا برضو عملية استكشاف للمرحلة والخطط اللعب والأحداث وكل الأشياء المحيطة بالبعثة إذا كانت هتسافر والتدريب والحاجات لكن هي الفكرة أنه هناك بعض يعني بص يا محمد عشان نتكلم بصراحة من حق أي حد يسند أي حد ده من حقه لكن هي الفكرة في إيه أنه الإعلام يجب أنه يكون كاشف دايما يعمل يعني كاشف للسلبيات مؤيد ومساند قوي جدا للإيجابيات لكن هي الفكرة بعض البرامج جايبة شوية إعلانات من أحد المرشحين وفمحطوطة في الظهر وبالتالي هو عايز كل شوية أنه فيه انتخابات فلازم العملية يعني هو عشان هو التعاقد الإعلاني على فكرة فترة الانتخابات وبالتالي هو لازم كل يوم لك لك في الانتخابات مع أنه النهاردة أنت في خلال 3-4 أيام اللي فاتت أنت بتتكلم كلها على الأهلي لأنه استعداته إيه المباراة أولا نهاردة ممثل الوحيد للكرة المصرية يا أخي موقف مهم جدا أثارني جدا والحقيقة أنا بحيي جدا ولد مشجع لابس فانيلس الزمالك وبيحضر المباراة الأهلي ومشجع النادي الأهلي واحد تاني لابس تيشيرت نص أهلي ونص زمالك هي دي الروح وهي دي الرياضة يعني لكن أتيجي تقول لي انتخابات انتخابات يعني ليس وقتها الأهلي النهاردة لا صوت يعلوا على صوت مباراة المجبلة أمام الوداد لكن مش كل شواء عايزين نحط حتة من تحت كده انتخابات يعني أنا الحقيقة لو هي الفكرة انتخابات وكده كده فانيلس في انتخابات ستجرى والانتخابات لازم تأخذ الوضع الطبيعي في من هي القوائم ومن ترشح رسميا وإلى ذلك ولكن أنا كل اللي كنت أقصده من بداية كلامي أنه اه اوكي أنا عندي مادة هتكلم فيها عن الانتخابات ولكن أدي الأهمية والدعم الأكبر والاستفادة الأكبر للحدث الأهم وهو نهيئي دورة أبطال أفريقيا هذا ما كنت أقصده أنا مش بتكلم أنه محاجدش تكلم عن الانتخابات كده كده للأسف وأنا بقول للأسف أن توقيت الانتخابات جاي مع توقيت نهائي دورة أبطال أفريقيا وده للأسف لأنه كنا كلنا نتمنى حتى كل المرشحين أنا مش أقول كل المرشحين أكيد أكيد بالتأكيد بالتأكيد للكل جنيسة كل كان يتمنى كل من يعشق ندي الأهلي كل من يعشق هذا الكيانة العظيم وكل من يحط شعار الأهلي فوق الجميع كان يتمنى أن تأتي موعد الانتخابات ولكن للأسف إحنا طبعا فجأة طلعنا في لوائح وطلعنا فيه أن الانتخابات كل لازم تجرى فيه كذا وكذا وما كانش فيه قبل 30 أفضل ما كانش فيه استرشاد جيد من الوارد أن بعض الاندية مثل النادي الأهلي ومثل النادي الزمالك أو الاندية اللي بتوصل للنهائي دورة أبطال أفريقيا الاندية كبيرة وارد أن أنا بقى في وقت انتخابات وفي نفس الوقت بلعب دورة أبطال أفريقيا في النهائي وده شيء برضو يؤخذ على المسؤولين في الرياضة المصرية برضو هنا في التخطيط لازم أحط أن أنا عندي نادي هيوصل للنهائي وكان من الباب الأولى أن يعني إلى حد ما الموضوع يتم استدراكه ولكن نرجع للموضوع الأهم الكل الآن يجب أن يدعب النادي الأهلي كابتن أهو السيد محمد بس أنا عايز أتوقف عند فكرة عبقرية الأهلي بقى عبقرية إدارة الأهلي عدم استغلال الفرقة في الانتخابات تشعر وكأنه الفرقة كيان منفصل عن فكرة الانتخابات مقفول على فكرة أنه في ندوة أو في ملهاش علاقة خالص بفرقة الكورة هذه العزالية هو ده اللي تعودناها على النادي الأهلي وعلى مدارات سنوات طويلة جدا والحقيقة كان موفق قوي المهندس محمود طهر رئيس الأهلي أنه يدعو المرشحين للانتخابات على كافة المناصب وعدادهم حوالي 35 تقريبا على متذكر للدعوة لإذهب لستاد برج العرب في أوتوبيس واحد وأنهم يشاهدوا مباراة الأهلي والوداد أنا بشوف أنه دي روح الأسرة اللي هي دي روح الأسرة أعضاء وعاوز أقول لأ حريك حاجة برده حريك في المطبخ لا حريك في المطبخ الأعلامي وتعلم جيدا أن كل الكلام على حوارات الانتخابات ده في الأعلام ولكن جوان نادي لأي اللي نس بسلم على بعض والناس أصدقاء والدنيا حلوة تماما ما بين الكل ما بين الجميع الحقيقة الحقيقة يعني هناك نوع من الرقي في التعامل مع محمود طهر يشعر بالمسئولية وهو يعني على قدر المسئولية هناك رقي في التعامل مع يعني المرشحين أبناء النادي الأهلي زيه للانتخابات لكن في إطار الانتخابات لكن هي الفكرة زي ما أنت قلت وأنت الحقيقة لفت نظر الحاجة مهمة جدا أنه توقيت الانتخابات نفسه توقيت قاتل لفكرة البطولات دايما برضو في النهاية تيجي تقول أنت عازل الفرقة أو عازل الجهاز الفني لكن في النهاية برضو أنت بتبقى عايز أنه الأهلي يبان كتلة واحدة أو وحدة واحدة خلف الفريق زي ما احنا تعود لكن لا يجب أبدا أنه الانتخابات أنها تعمل عملية نوع من الانشقاق لا يجب الاستسلام أمام حملات معلنة وغير معلنة لبهت أو يعني لتصدير صورة الانتخابات على جدران النادي الأهلي من الآن يطلع الشاعر لمدير فني بحجم وقيمة كتلة حسال بدري وما حدث ليه ابنته وربنا يشفيها وأنه ياخد قرار أنه يلعب هذا اللقاء ويكون مدير فني على رأس الجهاز الفني ويطلع إشاعة يوم أو قبل اللقاء بيوم بأنه وفاد بنته ده شيء صعب جدا على أي حد يعني ليه ليه في هذا التوقيت تطلع إشاعة زي دي يعني أنا بشوف إذا كان حد قاصد ضغينة يعني يشوفها في عياله يعني هي الفكرة في كده يعني الواحد لما ابنه بيجيله شوية برد والشخرة بيقعد يقعد جنبه زي الطفل أكتر منه فيعني الواحد يعني حاجة غير حقيقية ويعني يعني أنا عايز أقول لك على حاجة يعني أنت النهاردة أنا بعتبر الأهلي في مهمة وطنية يعني والناس كلها ملتفة حوله وهناك يعني يعني تركيز غير عادي جدا للمباراة المهمة يا أخي حتى لو فرضا في أي حاجة يا أخي والأسرار الواحد عارفها على مدار حياته ولكن هناك توقيت يعني الفكرة ما أنت ممكن تبقى الودي للفريكيكو يعني لما تقول مش عارف إيه لكن أنت السبك من الممكن أنه يضر أشخاص ويدر عائلات يعني فأنت ليه نهاردة زي ما احنا بنوك تحدي أنت محمد مرشح مثلا يعني وأنا علي تحفظات على طريقتك في إقدارة مش فيه كمحمد فاروق النجم المعروف لكن لا يجب أن أنا أجرح فيك لأنك عندك أسرة لا يجب أن أنا أشكك في في تكوير في شخصيتك أنا 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 بناقش المنتج أنت مقدم برامج ومن حقي أنا كمشاهد أو كمتابع أو كناقد أن أنا يعني يعني بقى لي ملحوظات أو في دفعات أنا بقولك عليها وتتطفق أو تختلف وبنحترم بعض لكن النهاردة احنا عاملين شكل من أشكال المزايدات كل واحد ريع لي علي بميت جنيه علي بمتين جنيه أنا أؤيد مش عارف مين في الانتخابات أنا بأؤيد ما تؤيد بس من إمتى يا أخوها ده كان بيحصل على مدار عشرين سنة فاتت مشوف ناكوش واحد رفع وقال لك أنا أؤيد مش عارف مين في الانتخابات وما رأي ما حصلت يعني إذا كنت بتتكلم على الناس اللي هي بتتشدق في بعض الإعلامي كان بتتشدقوا بتقاليد وقيم بيقولوا إنشاء إنشاء زي واحد طلع يا عيه تقول لك خلوا الكراسي والملاصب والمش عارف إيه والسبوبة وسبونا الأهلي انت تغني لي زي بوشنق يعني ما احنا عارفين كلنا إذا كنت انت بتؤيد شخص ما أيده برحتك حقك حقك لكن لا تهين الآخر يعني لا تهين الآخر بصرف النظر على الأسماء يعني انت من الممكن انك انت تميل شخص معين في الانتخابات حقك لكن لا تهين وقيم ومورثات تورسها الأجيال ما زالت بتتورسها اللي نعرفه ان ده عمره ما بيحصل في عرفه في النادي الأهلي عمره ما حصل يعني طول عمرنا بنقول ان النادي الأهلي الميزة الجميلة جدا المشهد اللي كان مصدره والعنوان الرئيسي اللي مصدره ومزال حتى الآن انه بيقفل على نفسه في مشاكله بيقفل على نفسه في اختلافاته بيقفل على نفسه في دفهاته في الفترة القادمة ان التناول الاعلامي يكون داعم وبرضه عايزة صالحارتك على دور الجمهور انا من بداية حلقت النهاردة طلبت من سادة المسؤولي في النادي الأهلي فتح ابواب ملعب التتش لجمهور جمهور النادي الأهلي شفنا ما حدث قبل لقاء الترجي والتأثير الإيجابي الكبير اللي حدث بعد ما زاروا النادي الأهلي وكانوا مؤذرين في تدريب النادي الأهلي في التتش كيف ترى هذا الأمر يعني احنا كلنا وما زلنا بنقول انه الجمهور النادي الأهلي هدعم الاول والاساسي لفريق النادي الأهلي ولكيان الأهلي بشكل عام مؤسسة الأهلي الرياضية الاقتصادية الثقافية التربوية الاجتماعية وبالتالي الجمهور عليه عامل كبير جدا قد احنا شفناهم في المباراة من ديها الأولى محمد شفت لما دخل الهدف في مرمى شريف إكرامي الجماهير شف هو ده هو ده انك بتشجع فرقتك ومؤمن بقدرات فريقك لحد نهاية المباراة هو على طول أهلي أهلي بعد ما جاء الهدف فيه شريف هي دي قيمة النادي الأهلي او جمهير النادي الأهلي وبالتالي الحقيقة انا شايف انها دعم قوي جدا وبالتالي انا اضم صوتي لصوتك انه على المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي انه يسمح بدخول الجماهير في التدريب الأخير قبل السفر يوم الأربع لما تذكر الفرقة سفر يوم الأربع وبالتالي لانه ده مشهد مهم جدا معنوي اللعيبة والجهاز الفني وكلنا فيه أشد الاحتياج إليه اللعيبة محتاجين دعم نفسي مننا كلنا كجمهور وإدارة وإعلام وانا من خلال برنامجك الناجح بقى طالب الزملاء الأعزاء أصحاب الكلمة الصادقة والمصدقية في أجهزة الإعلام بمختلف أنواحها بالمزيد من المسامدة لفريق الناجي الآلي نحطب بس من خارجة نسمع جمهور الناجي الآلي في الكتش ونرجع ونكمل كلام كرة الجمهور كرة الجمهور كرة الجمهور وأعظم جمهور وأحلى جمهور جمهور الأهلي يخليك تعشق توروب الناجي الآلي جمهور الأهلي يخليك تحس دايما بالأمل يخليك تحس بالثقة والتفاؤل جمهور الأهلي عنده ثقة في فرقته بمن حضرت عنده ثقة في الكيان أهم حاجة بالنسبة له وهي البطولة أهم من أي شيء وعشان كده كنا بنتحدث أن الآن على الجميع الالتفاف حول النادي الآلي وفرقة النادي الآلي والجهاز الفني اللي نادي الآلي ودعمها الدعم الكبير لأن الجمهور النادي الآلي الملايين والملايين مش عايزين غير البطولة ما بيحبوش إلا البطولة ما بيدعموش إلا لنصر وانتصارات الفريق حابة بقول لحضراتكو وأيضا لأستاذ محمد أبو الخير نحن بنتحدث عن لقاء العودة والمدير الفني لفريق الوداد حسين عمود تتحدث أنه هو لعب بشكل دفاعي ومن وجهة نظر ومباراة جيدة أمام النادي الآلي وأنه استطاع أنه يطلع بنتيجة أفضل نتيجة إيجابية يقدر يطلع بها عكس أنه يفوز يعني أنه يطلع بالتعادل الإيجابي ولكن المباراة لم تنتهي بعد ولسه في 90 دقيقة في المغرب كيف ترى مواجهة النادي الآلي أمام الوداد في المغرب أنا شايف الحقيقة أنه السيناريو الذي تم تطبيقه من قبل المدير الفني لفريق الوداد على أرض استاد الجيش ببرج العرب سوف يتم تطبيقه في المباراة المجبلة من خلال النادي الآلي النادي الآلي الحقيقة يعني عنده خبرات ويعلم تماما فيه مساندة جماهرية هيعمل نوع من التأفيل من بدايات المباراة عشان ما يدهمش مساحات وبالتالي يعملوا ضغط مع الضغوط الجماهرية والمساندة الجماهرية وبالتالي يقدر أنهما يسجلوا هيقفلوا الأطراف هيعمل عملية زوم ديفنس دايما مستمرة منتومان تديق مساحات نفس الشغل اللي هو لعبه مع الأهلي هنا علينا في المباراة اللي هنا أنا أعتقد الأهلي هيعملها أعتقد أنه الفارق تفرق فيه هجمات مرتدة الأهلي عنده تنوع عنده أكتر من لاعب عنده مهارات يقدر أنه هو وليد أنا الحقيقة أشعر أنه هيبقى عليه دور مهم جدا وليد أزاره وممكن أنه هو أحد نجوم المباراة في عملية هجمات المرتدة طلب سرعة تجهيز صالح جمعة ورمي ربيعة وصالح جمعة من لايب اللي تفتحت والصفار الفنيات لأنه إحنا محتاجين في وقت قليل أوي يا محمد عندنا لعيبة عندها فنيات تقدر أنها تخلق أو أنها تترجم فرص قليلة أوي في مساحات دياءة كمان أنه يجيب هدف لأنه مباراة بيرة زي دي أنا أعتقد مش يبقى مفتوحة أوي فكرة الأهداف مش هتبقى كتيرة زي من الناس متخيلة لأنه في رقيتين كبار بجد هما بيلعبوا وحطين أمل على أنه كله عايز يحصل على الكاس نادي الأهل يعلم تماما أنه لازم يجيب هدف وأنه لو قدر يجيب هدفين يبقى أفضل كتير جدا عشان هما ممكن يجيبوا هدف وده شيء وارد أصل الفكرة حتى أنت ممكن تبقى ماسكه الكورة وبتقدي بشكل جيد لكن ممكن يبقى الهدف اللي يجي عليك من خطأ وده وارد جدا أي لاعب ممكن بتمرر كورة بترجحها لاعب الخصم يجي خدها يعني هي بتبقى أو يبقى فيه عملية توفيق غير عادية ودي بتحصل كتير ممكن أنت تبقى منفرد بالمرمى ما تجيش يعني زي بتاعت وليد يعني أنا بشفق عليه برضو عشان نبقى يعني رحمي يعني الأهل قادر على العودة بيكاس بإذن الله أنا الحقيقة بمنتهى الأمانة مش عشان ما تقوليش بقى كل شوالت تقولي أنت أهلاوي مش أهلاوي وكأن يعني ما هو كل واحد عنده حتة بيمين لفريق لكن احنا ما بنحبش نقولها كتير يا محمد عشان الناس تعودت أن الإعلام ده ملوش علاقة أنه هو يقول أنا أهلاوي أو زم الكاوي يعني لكن في المنتخب الواحد بيروحي مشجع درجة عشرة زي بيقوله لكن أنا عندي يقين وهذا اليقين مبني على قدرات لعيب النادي الأهلي مبني على استراتيجية حسام البدري اللي أنا أعلامه تماما ونضجت فيه الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا أنه سوف يعود بالأميرة وكأس الأميرة الأفريكي إن شاء الله للقاهرة حتى يعني تستمر انتصارات النادي الأهلي ويعني نوع من رد الجميع للجمهير والإدارة التي نجحت فيه الكثير والكثير خلال السنوات الماضية في النهاية أستاذ محمد بالخير النقد الرياضي بشكر حريتك شكرا جزيلا شرفتين ونورتين شكرا جدا محمد شكرا جزيلا مجهدين بكده نكون خلصنا فقراتنا اليوم في استاذ الأهلي إن شاء الله نجد الأهلي قادر على العودة من المغرب بإذن الله بكأس البطولة مرة تانية بقرر افتحوا التتش للجمهير حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم